لو بتدور على فكرة محتوى ديني بسيط ويجيب تفاعل فالفيديو ده ليك فوزير دينية بالزكاة الاصطناعي النهاردة هشرح لك إزاي تعمل فيديو فوزير دينية بالزكاة الاصطناعي من كتابة الفكرة لحد النشر وعندما حوصرت المدينة قدمت فكرة لم تعرفها العرب من قبل حفر الخندق فمن أنا؟ لو عرفت الإجابة اكتبها في تعليق وشوف الفيديو للأش أول حاجة نعملها هندخل على موقع شات جي بي تي أو أي شات بوت تاني وهنجي هنا في المستطيل ده وهنكتب البرومت ده والبرومت ده عبارة عن بطلب من شات جي بي تي أو أي شات إنه هو يكتب لي سيناريو بسيط لإنشاء فيديو فوزير دينية عن شخصية تتحدث عن نفسها في النهاية بتسأل الجمهور هي مين وهنا أنا عملت عن شخصية سلمان الفارسي وهنا كتبت بعض التفاصيل عنه فأنت ممكن تغير الكلام المكتوب بلون الأحمر تضيف الشخصية الخاصة بيك اللي أنت عايز تعملها وكمان هنا تضيف تفاصيل عنها وباقي الكلام هيكون زي ما هو هنا كمان ممكن تغير أسلوب الصورة لو أنت عايزها ثري دي هدخلها ثري دي عايزها حقيقية هتكتب حقيقية أو أي أسلوب أنت عايزه هتحدد الكلام ده وهترجع تضيفه لشات جي بي تي بعد ما تضيفه لشات جي بي تي هتضغط على إرسال هيبدأ تشات جي بي تي إنه هو ينفذ لنا الأمر بتاعنا هنا تشات جي بي تي بدأ إنه هو ينفذ للأمر بتاعي عملي هنا مشاهد سيناريو بالشكل ده وبعد كده بدأ يكتب اللي أنا طلبتها للمشاهد والشخصية الأساسية أول حاجة هنعملها هنجي هنا نحدد التعليق الصوت اللي احنا عملنا ده كله وبعد كده هنروح لموقع نعمل من خلاله تعليق صوتي هنضغط عليه كوبي وهنروح لموقع جوجل اي اي ستوديو هسيب لك الرابط في وصف الفيديو اضغط على جوجل اي اي ستوديو من جوجل هيفتح معنا الصفحة دي هنضغط على هيفتح معك الصفحة دي اضغط على وده معناه ان احنا نخلي صوت واحد بس اللي اتكلم مش صوتين وهنا هنضغط على وهنختار وهنيجي هنا هنضيف النص بتاعنا بس هنحذف بعض التفاصيل يعني مثلا هنحذف كلمة المشهد لان احنا مش محتاجين الكلام بتاعها فهنحذفها كلها بالشكل ده وهنا برضو في حاجة مهمة جدا ان احنا برضو هنشيل الكلمة دي ونروح على كلمة سلمانة منا اهل البيت المفروض ان هو مش هيقول اسمه على لان هو بعد كده هيسأل الناس عن اسمه فهنشيل سلمان وهنعمل فقط منا اهل البيت وده طبعا انت بزبطه على حسب سياءك السيناريو بتاعك هنا برضو هنحذف كلمة المشهد الاخير وهنجي هنا نقول له فمن انا اكتبه الاجابات في التعليقات او ممكن ما نكتبش الاجابات في التعليقات ويباحنا كده السيناريو بتاعنا جاهز بعد كده نروح نختار الصوت هتيجي هنا تشوف الاسوات اللي انت عايزة انا اختار الصوت كارون مناسب وبعد كده اضغط على الرن هتيجي هنا بعد الصوت ما يخلص من اسمه بالشكل ده تركت بلدي واهلي وقطعت الصحاري والبلدان لو عجبك الصوت هتضغط على الثلاث نقط دول وبعد كده هتعمل دامون لود لو ما عجبكش ممكن تعمل رن تاني او تختار اي صوت تاني بعد ما عملنا التعليق الصوتي دلوقتي عايزين نحول البرومتس بتاعتنا لصور بعد كده نحولها لفيديوهات فهنبدأ دلوقتي بانشاء الشخصية الاساسية هاجي هنا هعمل نسخ للكود او احدده لهو البرومت عشان استخدمه في ان انا احوله لصورة هفتح شاد جديدة وهاجي هنا في شاد جي بي تي وهقول له صمم الصورة بابعاد 9 ل16 وبعد كده هضغط كليك يمين بيست عشان اضيف البرومتس بتاعي وبعد كده اضغط على ارسال هنبدأ دلوقتي شاد جي بي تي ان هو يعمل لي الصورة بتاعتي باستخدام موديل جي بي تي اميج وان بوينت فايف شاد جي بي تي عمل لي الصورة بالشكل الاحترافي ده عمل لي الشخصية بالشكل ده بصراحة الصورة جميلة جدا اقدر ان انا اعمل لها دولوقتي وكمان في ميزة في شاد جي بي تي ان هو يقدر استخدم الصورة دي فان هو يساعدني في انشاء باقي المشاهد بتاعتي فهرجع تاني اجيب البرومت اللي بعد كده اللي هو خاص بمشهد الرحلة والبحث هضغط على نسخ الكود او احدد البرومت وبعد كده هروح للدرداشة التانية وهنا جيت قلت له صمم الصورة بابعاد تسعة لستاشر واستخدم الشخصية في الصورة السابقة اللي هي الصورة دي ان كان لها دور في المشاهد وبعد كده هاجي هنا اضيف البرومت بتاعي وبعد كده هضغط على ارسال وفعلا هنا عمل الصورة بالشكل الاحترافي او ده مناسبة جدا للمشاهد بتاعنا هحمله الصورة وابدأ بنفس الطريقة اكمل باقي والمشاهد بتاعتي الخطوة اللي بعد كده خطوة مهمة محتاجين ان احنا نستخدم الشخصية الاساسية اللي احنا عملناها انا هتتكلم الكلام اللي احنا عملناه بخاصية وهنا انا هستخدم موقع اسمه دوت فيديو الموقع بتديك كريدت مجانية تقدر تستخدمه في عمل الفيديوهات اللي انت عاوزها هنيجي هنا ندخل على الموقع من الخلال الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو هنضغط على هنسجل حساب لأول مرة هناخد تلتميت كريدت انا فعلا خدت تلتميت كريدت بس استهلكت منهم جزء كبير لان بالفعل عملت الفيديو هذا هنروح بعد كده نضغط على وهنيجي هنا نضيف الصورة بتاعتنا من خلال الضغط هنا وبنسحب الصورة نجيبها نحطها هنا وبعد كده هختار وهنيجي هنا نضغط على وبعد كده هنضيف الصوت اللي احنا عملناها بس هيقابلك مشكلة ان الموقع مش بيعمل اكتر من تلاتين ثانية في الفيديو الواحد واغلب المواقع ممكن ما تزدش عن تلاتين ثانية فالحل ايه? الحل ان احنا هنجيبه الصوت بتاعنا اللي هو مدته خمسين ثانية هنقسمه نصين وبعد كده نبقى نجمعه على بعضه بالمونتاج بس السؤال تلوقتي ازاي هنقص الصوت بتاعنا هنا هنستخدم موقع اسمه سواء نستخدمه اونلاين او من التليفون او من وبنيجي هنا بنسحب في الصوت بتاعنا بالشكل ده نضيفه في وهنيجي هنا هنروح مسلا اسميله النصين في حتة فاضية بالشكل كده وهضغط على اكسبورت وهديله مسلا رقم واحد صوت بس طبعا واضغط على اكسبورت وبعد كده هرجع تاني اطول دي وهاجي هنا اسحب دي كده وه elasticity وهرجعها الورا كده يبدأ الجزء تاني من الصوت واضغط على اكسبورت وهسميه رقم اتنين وبعد كده هضغط على اكسبورت كده يبقى انها عملت الصوت أسمتها اتنين هروح بعد كده لموقع لابسينج وهاجي هنا اضغط على ابلود اختار الصوت الاول واحد واضغط على اوبن هيتم اضافة الصوت هنا بالشكل ده اتأكد ان انت مش عامل انابل سبتايتلز عشان ما يكتبش حاجة على الشاشة وبعد كده اضغط على جينوريت على طول هيبدأ يعمل لك الفيديو بتاعك وبعد ما تخلص الفيديو الاولاني هتمسح الصوت وتروح تجيب الصوت التاني اللي هو رقم اتنين وتضغط على جينوريت هيعمل لك الفيديو التاني ودي كانت النتيجة عملي هنا الفيديوهين بالشكل ده تعالوا كده نشوف الفيديو تركت بلدي واهلي وقطعت الصحاري والبلدان لم يكن معي الا قلب بصراحة نتجة كويسة جدا هعمل دوندود للفيديو الاول والفيديو التاني وبعد كده هنستخدمهم في المونتاج بس قبل ما نستخدمهم في المونتاج عاوزين نروح نحرك المشاهد اللي احنا عملناها نخليها فيديوهات عشان نضيفها للمونتاج او للفيديو بتاعنا هستخدم موقع مجاني تماما في انشاء الفيديوهات هو موقع ميتا اي 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 هندخل على الموقع ميتا اي 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 من الرابط اللي هسيبهه لك في وصف الفيديو نضغط على وهنيجي هنا بعد كده نضغط على علامة الزائد دي هتختار بقى الصور اللي انت عايز تحركها وبعد كده هضغط على هيتم اضافة الصورة بالشكل ده مهم جدا ان احنا نختار من نخليها فيديو وبتيجي هنا تكتب الوصف اللي انت عايزه زي مسلا ممكن اكتب حرك المشهد واجعل الرجل يمشي للامام وبعد كده هضغط على ودي كانت نتيجة الفيديو تعالى كده اتكبر الفيديو ونشوف اتعمل ازاي انها حركة بسيطة جدا للشخص هو ماشي بشكل جميل جدا بصراحة جدا الفيديو نقدر نحمله لو ضغطنا على علامة الداملود دي بنفس الطريقة هضيف كل الصور اللي انا عملتها عشان احولها لمشاهد بالشكل ده وبعد كده يلا بينا نروح لمرحلة المونتاج مرحلة المونتاج واللي فيها بقى كل المشاهد اللي احنا عملناها مرة واحدة هنيجي هنا نسحب كل الفيديوهات ونضفها هنا ونبدأ نجيب هنا الفيديوهات بتاعتنا اول حاجة هنجيب الفيديوهات الاساسية اللي هي اللي الشخص بيتكلم فيه وطبعا دي مدتها الطويلة فده اول فيديو هنضيفه هنا بالشكل ده وده الفيديو التاني الكيميالة بتاعته تعالى كده نشغل هنا طبعا بتكلم بالشكل ده بشكل متواصل دلوقتي هنيجي بقى نضيف الاحداث اللي ممكن تكون ظهرت معانا في الكلام فهنيجي هنا هنبدأ عادي كده بالكلام ده بس واضح كده ان انا بدلت فالمفروض ان احنا هنجيب ده كده وده كده تعالى بقى كده نشوف هنيجي هنا بقى في البداية كده اول ما يقول تركت بلدي واهلي نجيب وهو ماشي في الشارع او في الطريق كده بالشكل ده تعالى كده بقى نشوف تركت بلدي واهلي وقطعت الصحاري والبلدان هبدأ ان انا اشوف الاحداث واضيف الفيديو الخاص بيها بشكل مناسب بالشكل ده بالفعل هنا ضفت هنا الفيديوهات في المكان المناسب وبصراحة شكلها متناسق جدا بالشكل ده بعد ما اضبط الفيديو بتاعي هاجي بكل بساطة اعمل له اكسبورت هضغط على اكسبورت وبعد كده اختار فيديو وبعد كده هضي هنا اسم معين وبعد كده اضغط على اكسبورت هيعمل لي اخراج للفيديو بالشكل النهائي ده تركت بلدي واهلي وقطعت الصحاري والبلدان لم يكن معي الا قلب يبحث عن الحق تنقلت من دين الى دين ومن مكان الى مكان حتى خدعت وبعت عبدا وفقدت حريتي رغم القيود لم تنطفئ روحي كنت انتظر نبيا وعلامات اعرفها وحين التقيت بمحمد صلى الله عليه وسلم تحققت من صدقه علامة ثم ثانية ثم ثالثة وعندما حوصرت المدينة قدمت فكرة لم تعرفها العرب من قبل حفر الخندق تحررت وارتفعت مكانتي وقال عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا شرفني الى الابد منا اهل البيت فمن انا كنت عايز اوضح حاجة مهمة ان الشخصية اللي انا عملتها هي شخصية افتراضية للفيديو ولكن انا مش بجسد حد من الصحابة في حالة ان انت هتعمل تكسيد لحد من الصحابة وحابب ان انت تشيل الملمح تعالوا عرفكم ازاي تعملوا تعديل على الصور هندخل على موقع اسمه فوتوبيا هندغط على الرابط ده وهنضيف الصورة بتاعتنا هنا عن طريق الضغط على open from computer اختار الصورة بتاعتي واضيفها بالشكل ده وهروح هنا على الفرشة دي اختارها وهاجي هنا على الساهم ده اكبرها بشكل مناسب شبه كده او ممكن اكبرها شوية كمان واختار هنا التزليل ده اكبرها شوية كمان واختار اللون الابيض وهيجي هنا هعمل حاجة شبه اصبح عندي هنا ملامح الوجه مش موجودة هنروح بكل بساطة نعمل اصبح عندنا الصورة بدون ملامح نقدر بعد كده نستخدمها زي الخطوات اللي احنا عملناها في الفيديو وبس كده وصلنا لاخر الفيديو لو حابب المحتوى ده اعمل لايك واشترك في القناة واقول في الكومنتات الاجابة واشوفك في فيديو جديد